وقد سلطت وسائل الإعلام الأوروبية الضوء على المساعدات الإنسانية التي أعطى صاحب الجلال الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تعليماته السامية لتوجيهها عن طريق البر لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة ومدينة القدس الشريف ففي فرنسا أبرزت مجلة جنفخيك الالتزام الشخصي لجلالة الملك في إنجاح هذه العملية مشيرة إلى أن تسليم هذه المساعدات مباشرة إلى الساكنة المعنية يشكل حدثا غير مسبوق منذ بداية الصراع في السابع من أكتوبر الماضي من جانبها كتبت صحيفة ليموند أن الإعلان عن إرسال هذه المساعدات من قبل المملكة برا يأتي في وقت يمارس فيه المجتمع الدولي ضغوطا لتنويع طرق النقل إلى القطاع الواقع على حفة المجاعة بدورها أشارت تيغتي فرنسا إلى أن المغرب أطلق خلال هذه الفترة من شهر رمضان المبارك عملية إنسانية واسعة النطاق لصالح الفلسطينيين في غزة والقدس ووضحت أن هذه المبادرة تأتي مع بداية الشهر الفضيل وفي روح من التضامن والتخفيف من معاناة الفئات الأكثر تضررا من الظروف الراهنة وفي إسبانيا أشارت وكالة الأنباء الآفيلا أن المغرب أرسل مساعدة إنسانية برا إلى غزة عبر مسلك غير مسبوقة أوضحت من جانبها أن فلسطيني القدس سيستفيدون من هذه المساعدات أيضا وفي تركيا فادت وكالة الأنباء أن المغرب أصبح أول دولة بعد خمسة أشهر منها الحرب في قطاع غزة تنجح في نقل المساعدات الإنسانية عبر هذا الطريق البري غير المسبوك وتسليمها مباشرة إلى السكان المستفيدين ومن جانبها أشارت مجلة آتالايار المتخصصة في الشؤون المغاربية إلى أن صاحب الجلال الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس يجدد التأكيد على دعمه المتواصل والتاريخي للقضية الفلسطينية من خلال هذه المبادرة التي تتزامن مع بداية شهر رمضان وضفت أن المساعدة تندرج في إطار تقليد طويل من التضامن الفاعل والملموس مع فلسطين والسمرار للعناية الملكية تجاه الشعب الفلسطيني شكرا